أنا الآن لما يأتيني اتصال من الجهر فلانية أنك يا سليمان اجتزت المقابلة الوظيفية وحياك الله معنا في العمل أول شيء سيتبادر للذهن ما نوع الوظيفة اللي سأعمل فيها فأول معيار أو أول نوع من المعايير لابد يحضر في باري هذه الوظيفة بالنسبة لمجالها في هذه المنظمة خلنا افترض مثلا شركة ألبان أعطتني وظيفة مبرمج هذه الوظيفة وظيفة المبرمج في شركة الألبان هل تعتبر من العمل الرئيس أو من العمل المساندة خلني اوضح ما معنا عمل رئيس وعمل مساندة في الغالب أي شركة تنشأ عندها خدمة أساسية تبيعها مثلا شركة محاسبة ايش العمل الرئيسي حقها المحاسبين شركة برمجة المبرمجين مستشفى الطبيب مدرسة المعلم طيب في المدرسة وظيفة الوكيل وظيفة مساندة وظيفة الحارس وظيفة مساندة يعني هي وظيفة مساعدة للوظيفة الرئيسية وهل المجرة حتى بالإنجليز يسمونه core business والsupport business العمل الأساسي والعمل المساندة ايش الأفضل؟ أن تكون تعمل في عمل أساسي ولا في عمل مساندة؟ أعتقد الأساسي الأساسي كل ما كان مجال عملك في العمل الأساسي المنظمة هو أفضل لأنه هو اللي يساعدك على الترقي في الغالب المنظمات يقودها أناس من أبناء العمل الأساسي فمثلا الشركة القانونية في الغالب يقودها قانوني الجهة الهندسية يقودها مهندس في الغالب المستشفى يقودها طبيب في الغالب في الغالب يكون ابن الكوربز ابن العمل الأساسي هو اللي يقوده منظمة أيضا في الغالب التدريب والتطوير والتحسين ينصب للعمل الأساسي أكثر من العمل المساند بيئة العمل والاحتكاك والتطوير يكون للعمل الرئيسي أكثر من العمل المساند فهذا معيار أولي إذا كانت المنظمة عملها الأساسي هو في مجال وظيفة فهذا عمل جيد إذا كان عملي سيكون عمل مساند ما أقول لك أرفض أو أقبل فأقول لكن أقول ترى قلت الدرجة فعلى سبيل المثال لما أستقطب للعمل في مستشفى كمبرمج ليس مثل لما أستقطب للعمل في شركة تقنية كمبرمج فرق فرق كبير طيب هذا المعيار الأول المعيار الثاني بالنسبة للوظيفة الوظيفة في المنظمة هل هي وظيفة كثيرة أم لا محدودة بمعنى هل من يعمل مثلي في المنظمة عددهم كثيرين أم لا قليل هذا مؤثر كيف يكون مؤثر هو الحقيقي السلاح ذو حدين لما يكون مثلا عدد المحاسبين في المنظمة كثير وأنا محاسب معناها أن الترقي لدى المحاسبين كبير ومعناها أيضا التطوير والاهتمام بالمحاسبين كثير ومعناها العناية بهم وتطوير عملهم ونمذجته كثيرة لكن بالمقابل المنافسة ستكون أصعب لأن نحن مثلا خلنا نقول عشرة محاسبين في المستوى الأول أن يترقى من واحد المستوى الثاني منافسة أكبر ثم المستوى الثالث أكبر لكن لما نكون مثلا خلقوا لكم مثلا مراقب جودة في المنظمة اثنين أو ثلاثة مراقب الجودة فمعناها نسبة استبقائي والعناية بي أكثر لكن أيضا نسبة تطوري وتحسيني محدودة لأنني في الخير أنا الوحيد الذي أعمل في هذا المجال جميل هذا معيار معيار الثالث إذا سمحتني قبل المعيار الثالث هو صراحة مستمتع بهذا التصنيف الجميل جدا نستكمل بعد قليل بإذن الله معكم مشاهدين الكرام حلقتكم في برنامج السطر الوظيفي أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مجددا في برنامجكم السطر الوظيفي حديثنا في هذا اليوم عن معايير الترشيح للوظائف وبالتأكيد كان حديثنا قبل قليل مع المهندس سليمان بن فهد الهويسين عن مجموعة من المعايير الخاصة بالوظيفة والمنظمة كان في المعيار الثاني مسألة وفرة المنتسبين لهذه الوظيفة نعم نحن قلنا الأولى المجال الوظيفة هو في العمل الأساسي أو في العمل المساند الثاني عدد العاملين معي في نفس وظيفتي كثيرا لقليل الثالث مستوى الوظيفة هل هو مستوى متدني أو متوسط أو عالي يعني هل أنت في الطبقة الدنيا في الهيكل الوظيفي أو في الوسطى أو في الطبقة العالية هذا أيضا يؤثر من المعايير دور الوظيفة في المنظمة يعني هل الوظيف تكتلع بدور التوجيه للمنظمة هي التي ترسم توجه المنظمة أو الوظيفة تكتلع مساندة للمنظمة أو الوظيفة تحسينية لأعمال المنظمة أو الوظيفة تأسيسية تختلف وكل نوع من نوع الوظائف يعني له ناسة ليس بالضرورة على إطلاق أن وظيفة تحسينية هي الأفضل إنما طبيعتك أنت في شخصيتك هل الأنسب لك التأسيس أو التحسين أو التوجيه أو المساندة إذا صح التعبير ليست الأفضل والأعلى بقدر ما هي الأنسب